نعزي أنفسنا، نعزي عائلته الصغيرة والكبيرة ونعزي أيضاً كل الفاعلين المجتمعيين الخيرين في هذا البلد طبعاً المشاهد الأفاضل نعرفكم بهذه القامة في هذا التقرير ثم نعود إلى البلاطون فقدت الجزائر فجر الجمعة الماضي أحد أهم دعائم العمل الخيري مدير مؤسسة رحماء بينهم الخيرية الشيخ راب حمدي شاءت الأقدار أن يتوفاه الأجل وهو يقود قافلة خيرية إلى مدينة مسعد بالجلفة المرحوم اتخذ من اليتيم والأرمل وفئة كبار السن محوراً لاهتماماتها فكان السعي عليهم طوال مسيرته سخر حياته للعمل الخيري من خلال عديد النشاطات على غرار قوافل المساعدة الموجهة للقرى والمداشر بمختلف الولايات وتنظيم عشرات المخيمات الصيفية لفائدة الأيتام من مختلف ولاية الوطن خاصة أيتام الجنوب وأعمال أخرى لا تعد ولا تحصى جعلت من الرجل رحمه الله أحد أهم دعائم العمل الخيري في الجزائر كنك قدوة لبعض الجمعيات بش يهتموا بهذه الفئة ونحن نسألت عن كذلك أننا نتواصل مع عدل يتيم غادرنا عم رابح دون سابق إنذار توقف القلب الذي كان ينبض حبا للأيتام توقف القلب الذي كان يسع كل من حرم حنان أبويها سكتة قلبية مفاجئة قضت على ست وخمسين سنة ما أكثر مواقف الشيخ رابحة التي تحملها ذاكرة عصرها وستبقيها لأجيال من بعدها إنسانيته تمتزج دائما بمسؤولياتها فالابتسامة لا تفارق محياها ابتسامته في الحزن موساة وفي الفرح سعادة والتزام وطني وإنساني رحل الرجل تاركا وراءه إرثا ومواقف ستبقى خالدة في قلوب كل من عرفها نم قرر العين يا نصير الفقراء والمساكين ستبقى مسيرتك حية في قلوبنا وسيبقى برنامج وفعلوا الخير شاهدا على ذلك رحمك الله